السلام عليكم اذا ايكم يا حباب قلبي عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله نهاردة فيديو جديد فيديو نهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا انا واسكا ان هو بامر الله هيعجبك يا غالية بس عايزة دعمكم ليا في بداية الفيديو كده باللايك عايزة منك لايكات كتيرة لو انتي او مرة بتشوف القناة عندي من خلال الفيديو ده يسعيدني طبعا وجودك معايا وتنور عائلة الكبيرة وتكن اخت من اخواتنا اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس عالكل عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله وطبعا مفرح جدا جدا بكومنتاتكم والله العظيم اول حاجة عايزة اقولكم ان انتو حشتوني كتير 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 غايب عنكم كده بقالي كم يوم بس والله غزمة عني انا عارفة ان انت اخواتي وحبيبي وبتعذروني ربنا يا رب يخليكم ليا ودمكم نعمة في حياتي يا رب الله مؤمن يعليش لوان كنت اثرت معاك وقال الفترة العادة دي بس ان شاء الله ان شاء الله يعني يتعدى على خير كده يا رب ان شاء الله وربنا يجعل ايامنا كلها خير كلها هنا وكلها تفاقل يا رب ان شاء الله طبعا السيدة اللي معانا النهاردة هي سيدة اجنبية هي مش سيدة يعني مصرية او كده عشان انا استقلت برضو استقل ده ممكن من يومين واحدة دخلت اياتلي هما السيدات المصريين هما عاملين ليه كده فطبعا انا مش عارفها ايام كانتش واخد بالها ولا ايه كانت تقريبا كمان تفرج على السيدة كات اجنبية يعني كمان فقرطي لها دي سيدة اجنبية هو مش كلهم بيكونوا اجانب طبعا كتير او بيبقى معانا عرب وكتير او بيكون معانا سيدات تركيين ومغربيين وجزائريين ومن جماعة الدول والله العظيم بجيبلكم علشان محدش يزعل مني وكده بصوا بقى اول حاجة هي بدأتها هنا بدأت بريسبشن بس انا عايزكي كده بقى انك انت تحطيلي لايك يعني لايك حلو كده منك علشان ايه يعني اكمل معاكم فيديوهات حلوة وعرف ان الفيديو عجبكم انا بقى لي كام يوم القناة عندي بصوا عايز اقولكم ان الفيديوهات بدأت ان هي تقع خالص وما يكونش عليها نسب مشاهدة وما يكونش عليها اي حاجة فانا عايزكو بقى ان كنتو ادعموني باللايك بتاعكو علشان خاطر اقدر كده ان انا نزلوكو كل يوم فيديو واستمر معاكم ان شاء الله اكيد طبعا زي ما تعودنا مع بعض على طول على التنظيفات والتنظيمات الجميلة والذكرات اللي بتخلينا كده يتفتح نفسنا على شغل البيت كده وجمال بيتنا وتنظيف بيتنا بشكل جميل وبشكل يلقي بينا كلنا زي ما انتو شايفين هي عاملة الريسبشن وقدام الريسبشن طبعا السفرة بتاعتها بسوا السفرة بتاعتها عجباني حاستها كده ان هي كيوت شوية او هادية شوية طبعا مع اختلاف القراء في منكو هيوافق وفي منكو لا بس هي هنا كانت بتغير السجاد زي ما انتو شايفين ليه كمان علشان لو تلاحظوا السجاد اللي هي حطتها فيها لون جولد يعني ليقة جدا مع السفرة يعني السفرة زي ما انتو شايفين لون جولد عجبني الفكرة بتاعتها كمان جابت بوكسات عادية وجابت الليد اللي احنا متعارف عليه في اي مكان وشوفناه دلوقتي وبقى بيعملوه دلوقتي ونازلت رند خالص الليد ده بيشتغل بيشتغل بحجائر عادية ويه كمان بلازق دابل فيس عشانو حبيتي تلزائي في اي حاجة الفكرة هنا اللي هي حطته تعمله زي نظام اباجورة او كضي كده للسفرة هنا بقى الغرفة مفروض اللي هي بتاعت الغسيل او بتاعت الملابس يعني زي ما انتو شايفين كانت بتنظفها وبتاخدها تنظيفة كده على السريع وفي نفس الوقت بتغير الحاجات اللي فيها من نسبة مثلا لو في حاجة مثلا عايزة تحطها من المنظمات من الحاجات دي بتنظمها بس وبعد كده بقى رحت على الغرفة النوم عندها وغرفة النوم عجبني جدا الاداء الجديدة دي طبعا نجبت لكم في اكتر من فيديو يا مش او مرة ان انا نزلها معيكم اللي هي بترفع المرتبع بال بقى ما انت تعديل الملاية عشان لو الملاية بتاعتك مثلا السوري المرتبة بتاعتك مثلا المكان بتاعها دايق وكده ومش عارفة تحط الملاية بتاعتك فتقدري ان كنتي تجي بيها بحيس ان كنتي بتزبط لك الملاية بتاعتك بكل سهولة يعني بصوا هنا بقى كانت حطت كده المفرش الساتين وبعد كده حطت عليه الديكوريشن من الكوشنز باللون الاسود ويك كمان الجلد طبعا كل الحاجات دي هتفدنا جدا في العيد الايام الجاية هنحس كده بتغيير او بتجديد فده بيكون حاجة حلوة جدا انك انت تغيري او تجددي طبعا احنا يعني بنحب على طول يعني باستمرار ان احنا نشيل حاجات ونجدد في حاجات ونجدد في اماكن عندنا ولكن الفكرة هنا مش شرط ان كنت تجيب جديد بس ان انت تكوني مرتاحة نفسيا في المكان اللي انت بتكوني قاعدة فيه هنيجي هنا لغرفة الدريسنج وكانت بتطبق البناطيل يعني الاستغلال المساحات الديقة وفي نفس الوقت يكون المساحات عندك كويسة زي ما انتو شايفين اخرتها رول كده والجنسات عملتها برضو اخرتها على بعض زي ما شفتوا الفيديو عشان برضو يكون المساحات عندها تكون كويسة ما تكونش يعني تاخد اماكن معها هنيجي هنا بقى للمكان بتاع الشوزات وكمان الشونط بتديلها برضو تلميعة كده او تنظيفة علشان خطر ايه اه تبقى الدنيا نضيفة كده معاها وفي نفس الوقت تحط الحاجة بتاعتها اللي هي بتحطها او بترصص الشونط بتاعتها تاني عايزين كده في الفيديو نصلى على النبي ونستغفر ربنا كتير الاستغفار حلو يا جماعة ان احنا نستغفر دايما دايما باستمرار ونصلى على النبي كده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اوضل خلق والقالي واصحابي اجمعين اه علشان خطر كده ايه بصوا يعني بجدك طول ما انت في بقك الصلاة على النبي وكمان الاستغفار وان احنا نحمد ربنا ده شيء حلو جدا دايما ادهل نفسك كده انك انت ربنا يصلح الحال ويهديلك الحال اه وكمان يكرمك ويرزقك باي حاجة انت نفسك فيها دايما دايما واهم حاجة اه تمني الخير لغيرك عشان اه غيرك يتمنى ليكي وكمان ربنا يديك على قد اه ان هي الصفية اللي بيكون خارجة من قلبك مش شرطة ابدا ان يكون اللي قدامك اه حد مثلا اه وحش فهتعمليه بنفس المعاملة بالزبط لا يعني خليك انت احسن دايما اه صدقيني حياتك هتبقى افضل صدقوني والله اه بصوكات هي بتعمل طبعا الاسكارفات هنا زي ما انت شفتوا حبيت ان انا اضف لكم حاتة الاسكارف دي ممكن كتير يقول لا ملهاش دازلها يعني ممكن مش بنستخدمها كتير او كده بس ممكن يكون عياء بنوتة حلوة عروصة بتتجاوز ويكون فيه سيدة معينا بتحب تلبس الاسكارفات فحلو جدا ان احنا ناخد افكار على حاجات مختلفة كمان حتى لو احنا مش بنستخدمها ممكن يكون لها عوزة بعد كده هنيجي هنا بقى للمطبخ وزي ما انتم شايفين اول حاجاتها بدقتها في المطبخ اه ام تلاعجها مضافيته تنظيف حلوه بعد كده حطت بقى كل الخضروات والعصائر وكل شيء تستخدمها في التلاجة زي ما انتم شايفين بشكل يومية مش بس كده لا , اكيد كلنا عندنا بردو الدرج اللي هو بتاع التوابل وقIVني ده هينفعنا برضو الايام الجاية اه في اه تنظيفات رمضان وكده فبينكون عايزين ان احنا ننظم الحاجة بشكل حلو او بشكل تلقائي كده اه وتحطي حاجات تكون فهلة اه على ايدك بس فزي ما انت شفتوا هي نظمتها طبعا وبعد كده بقى اه عملت المعالق الدرج بتاع المعالق والسكاكين اه وده كان طاقم هي جايبا جديد لانه كان باللون الجلد زي ما انتو شايفين كده هنيجي هنا بقى كمان للدرج بتاع مفروض المأكلات بتاعتها زي ما انتو شايفين او مسلا هنعي اعتبر الدرج اللي هو بتاع الشوكولاتة وبتاع الكوفي اه فزي ما انتو شايفين حاطت فيه كل الشوكولاتات اللي هي بتستخدمها بقى وكمان حاطة كده او عاملة معالق وعمل حاجات للمكان اللي هو بتاع الكوفي علشان خاطر يكون كله ايه منظم وفي نفس الوقت يكون كل لحاجاته مع بعضها زي ما انتو شايفين حاطت كمان الحلويات اللي هي بتستخدمها معا في الجارات او مع الكندي جار اه بالطريقة اللي انتو شايفينها دي والكوبكيك برضو هشوفو في حاجات كده بتكون احيانا مننا حلوة فعلا فعلا بتخليلك الدنيا يعني فعلا تحس كده براحة نفسية والله بصوا بقى الدرج ده كلنا اكيد احنا عارفينه او المكان ده كلنا بيكون موجود عندنا ولكن مش بنكون عارفين ان احنا ننظمه ازاي ننظمه بشكل حلو او بشكل عشوائي كده حلو ازاي وده الفكرة اللي عجبتني فيه المنظمات اللي هي جايبها فيه حلوة جدا 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 اه فانا بصراحة يعني عجبتني الفكرة وحستتها كده ان هي اه حلوة في نفس الوقت تقدري لو ما فيش عندك مكان للعلاجات خالص تقدر تجيبي المنظم ده تحطيه فيها بس فهنا بقى كانت بتحط اللمسات جمالية كده اه ويه كمان بتحط على الكنسول كل حاجة ظهور بقى اي حاجة اه هي بتفضلها يعني في بيتها زي ما انتم شفتم اخر حاجة هنا بقى في الجنينة بتاعة آآ الشقة بتاعتها او بتاعة الفيلا بتاعتها بتاخدها كده تنظيفة طبعا ده مطور آآ شفت هوا يعني فزي ما انتم شايفين آآ بيشفت كل حاجة من على الارضيات وبعد كده بالمكنسة كده آآ اخدتها كده كنسة حلو وعا كده تلميع بقى للتربيزة عشان التربيزة تكون نضيفة مش معنا كده ان هي برا في البلكونة او في الجنينة او الكرام ده فما تعملهاش لعملتها خلص فيديو النهاردة اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة